أسماء الشيطان في الكتاب المقدس. فنلاقي كلمة المجرب موجودة كثير. في الكتاب المقدس. يعني مثلا لما المسيح كان على الجبل. وبعد مصام أربعين يوم. نلاقي الكلام ده. مثلا في إنجيل متى أصحح أربعة وعدد ثلاثة. يقول في تقدم إليه المجرب. تقدم إليه المجرب ليجربه. وقال له إن كنت ابن الله. هنتكلم بالتفصيل عن التجربة. في إنجيل له أصحح أربعة. نقول ولما أكمل إبليس كل تجربة. فهو الذي يجرب. وبعدين يجي بمنتهى الوضوح يعقوب رسول. ويقول في رسالة يعقوب أصح واحد وعدد ثلاثة. إنه لا يقول أحد. وده نقطة مهمة جدا جدا يا أستيس نزار. لا يقول أحد إذا جرب إنه أجرب من قبل الله. ليه؟ لأن الله غيره مجرب بالشرور. وهو لا يجرب أحد. الله لا يجرب أحد. دايما نسمع كده هو. إنه ربنا بيتجرب العبد علشان يشوفه كويس ولا وحش. ربنا بيتجرب عبيده. الله لا يجرب شوء. الله لا يصنع شر الإنسان. فاللي بيحصل إنه المجرب هو إبليس. حتى المسيح في الصلاة الربانية يقول لنا في إنجيل متع صح 6 وعدد 13 إنه نحن وإحنا بنصلي نقول لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير الشرير الذي يصنع التجربة. والتجربة هي عبارة عن المحاولات التي يصنعها إبليس علشان يسقط الإنسان في الخطيئة. علشان الإنسان يقع في الخطيئة. فهو بيحاول إنه يعمل محاربات ومكايد وفخاخ ومشاكل وضلال وخدع علشان الإنسان يقع وينجح. والإنسان كتير بيقع في الخطيئة. فبعضها بيكون مباشر. زي مثلا يجيب أفكار في ذهن الشخص. يجيب أحلام ويقول له إنه الحلم ده هيتحقق. أو إنه هو يستخدم يستخدم الوحلفاء اللي تكلمنا عنهم المرة اللي فاتت. اللي هو الجسد الطبيعة الخطيئة والعالم علشان يهاجم الإنسان.